السلام عليكم يا اخواتي واصحابي في عرب تيكنو وارب كلكم تكونوا بخير جبت شوية عن القناة عشان عارف ان معظمكم بيمتحن وكده ومش عايزة ننزل اي حاجة تشغلكم وان شاء الله كله ينجح بالنجاح لكم وكلكم باذن الله وان شاء الله السنة دي مفيش اي حد يصد ولا السنين اللي جاية ان شاء الله كله ينجح باذن الله بس اعتقد ان معظم الناس كده الحمد لله خلصت امتحانات وفي ناس كتير بدأت مشاكل تواجهها بعد اوبديت المحاكي الجديد هبتدي ان انا احل المشاكل دي معاكم في حلقات هتنزل على القناة الفترة اللي جاية ونستمر بقى في سلسلة الحلقات اللي جاية اللي انا وعدتوكم بيها والمفاجئات الجامدة اللي انا وعدتوكم بيها من دمنها المنظور اللي انا كنت بطلع بيه لايب ده طبعا بدون تعديل اي ملفات ان شاء الله المهم تخليني في الحلقة دي اقولك ازاي تحل مشكلة التثبيت اللي بيقف على زيرو في المية عند تحديث المحاكي او تنصيب المحاكي ركز انا بقولك في تنصيب المحاكي او تحديث المحاكي مش تثبيت او تحديث لعبة بوب جي لان دي لها شرح تاني خالص شرحته على القناة واللينك بتاع الشرح ده تليه تحت في خلينا ابدأ في الشرح بس يا صاحبي قبل ما نبدأ ما تنساش انك انت تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس لو اول مرة تباني عشان تنضم معايا وتكبر معايا عيلة عرب تجنو واللايك والكومنت بيفرحني جدا وبيشجعني وبيدعمني ان اكمل في اللي جاي ان شاء الله اول حاجة وكخطوة اساسية دايما ان احنا نقفل والمحاكي وكل حاجة تخص المحاكي من هتفتح وتروح على هتلاقي هنا هتدوس عليه بعد كده بعد كده هتنزل تحت شوية هتلاقي ملف اسمه هندوس برضو عليه وبرضو هننزل تحت شوية هنلاقي ملف اسمه زي ما انت شايف كده هتدوس برضو عليه وبعد كده تعالى نكمل باقي الخطوات سخلي بالك الحل اللي هقوله لك ده مش شرط ينفع معاك بشكل جزري لا ممكن يكون عندك المشكلة دي بس سببها حاجة تاني خالص غير اللي انا قلتها لكن انا بستعرض معاك الحل اللي يحل لك المشكلة دي زي ما حلها مع معظم الناس اللي كلمتني فقا يعني بحول اقولكم الحل حتى لو بشكل مؤقت تحلوه عندكم لحد ما الموضوع ده يتزبط من المحاكي كالعادة او لعبة بابجي كالعادة ان احنا بنقدم الحلول لحد ما الشركة تتكرم وتحلها من عندها يعني تقريبا بقينا خدمة عمل البابجي والمحاكي ببلاش كده اول حاجة خلينا ننظف الجهاز من بعض ملفات الكاش والملفات المؤقتة الموجودة على الجهاز واللي بتسبب معظم المشاكل في المحاكي ازاي هتدوس على شعار الويندوز في الكيبورد وبعد كده هتدوس على حرف الار علشان يفتح لنا النافذة بتاعة ران دي هتكتب اول امر اللي هيزهر قدامك دلوقتي على الشاشة والاوامر برضو هسيبها لك تحت في الديسكريبشن علشان لو انت مش عارف تقراها من على الشاشة هنكتبه وندوس على اوكي وبعد كده هيدخلنا على الفولدر ده هندوس على كونتينيو هتظهر لنا ملفات كتيرة قوي مستعملة في الوقت الحالي وملفات كاش متخزنة مش مستعملة في الوقت لها المهم يعني هتدوس على كنترول اس اللي كتقول تعلم عليهم كلهم وتدوس على شفت دليت يس هيقول لك مسلا فيه ملفات مش قادر يمسحها سيبك منها لانها مستخدمة في الوقت الحالي هتدوس على العلامة دي وبعد كده تدوس على اسكيب وبعد كده هتبصد الملفات كلها تمسحة معادة المستخدم في الوقت الحالي لأي برامج انت بتستعملها دلوقتي سيبك منها تدوس على شعار الويندوز وار تاني علشان تفتح نفسة رن وتخش على الامر اللي بعده وتدوس على علشان يفتح لك الفولدر ده برضو اللي مليان ملفات مؤقتة هتدوس على كنترول اي وبعد كده تمسحهم خالص وتدوس على وندوس على هيبدأ ان هو يمسح وبعد كده هتدوس على هتدوس على الملفات دي هتمستخدمة في الوقت الحالي وهو مش هيقدر يمسح. هنرجع ندوس تاني على شعار الويندوز وار وبعد كده نخش على الامر التالت وندوس على اوكي علشان يفتح لنا برضو تاني هنعلم امسح معلم. ندوس على بعد كده هندوس على برضو هندوس على بعد كده سكيب علشان الملفات دي مستخدمة في الوقت الحالي مش هيقدر ان هو يمسحها. دلوقتي الخطوة اللي بعد كده والسهل كلنا هنعملها ان احنا مجرد هنعمل للراوتر. هنقفل جهاز الراوتر المودم بتاعنا ونعيد تشغيله من الاول تاني. يستحسن انك انت تتصل عن طريق بعد كده بعد ما تعمل عن طريق ويبقى احنا كده خلصنا خطوة تنضيف الجهاز وخطوة مع الاتصال ونيجي الاخر خطوة وهي خطوة انك انت تقفل لان الانتي فيروس او اللي بيكون عندك بتاع الانتي فيروس بيمنع تثبيت المحاكي او وصول المحاكي للصرفرات بتاعته علشان يبدأ ان هو يستقبل الملفات يعني بيقطع الاتصال او بيقطع فافضل حل انك انت تقفل الانتي فيروس او الفايروول اللي عندك على الجهاز دلوقتي اشرح لك ازاي تقفل الانتي فيروس والفايروول واي حاجة ممكن تعيق او وصول المحاكي للصرفرات بتاعته علشان يستقبل التحديث طبعا انت الخطوات دي تطبقها عندك لو عندك اي تاني مش شرط بتاع الويندوز بس انت برضو تقفل بتاع الويندوز احتياطي لانك ممكن تقفل اللي عندك سواء او او اي حاجة وتبص بتاع الويندوز نفسه اشتغل وبوزلك الدنيا من ناحية تانية فالافضل اللي انت لو عندك انت فيروس خارجي تقفلو برضو تقفل بتاع الويندوز ده تخش على وبعد كده وبعد كده تخش على وبعد كده هتخش على دي اول واحدة هتفتح لك الصفحة دي هتنزل تحت كده شوية وتخش على دي عند هتفتحها وبعد كده هتقفل او الحماية في الوقت الحالي هتقفل دي كده هتظهر لك رسالة هتدوس على بعد كده هتبص تلاقيها اتقفلت زي ما هي كده وكذلك الامر تقفل التلات حاجات اللي تحت منه زي ما انت شايف كده انا اقفلها بعد كده هترجع تاني للصفحة اللي قبلها وتنزل تحت خالص تروح على هتفتحها وتتأكد انها معمولة اوف من هنا مقفولة بعد كده تروح تعمل اوديت للمحاكي هتبص تليه ما بقاش يقف على صفر في المية تاني وهيكمل للاخر وكل حاجة هتبقى في السليم معك والحد هنا عايز اقولك قبل ما تطلع ما تنساش انك انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس ولايك وكومنت بيشجعني وبيفرحني وبيسعدني ان انا كمل في اللي جاي بيسعدني ان انا كمل في اللي جاي ان شاء الله اشوفكم على خير يا اخواتي في حلقات جاية كتير في عرب تكنو السلام